حتى إذا وصلنا إلى مرحلة من أنه اكتفينا من وجود هذه القوات المستشارين شتري في العراق مو من الصحيح أنه نخرجهم بالطريقة اللي يريد بعض الأخوان يخرجوه لأنه دولة 82 دولة ودول مؤثرة جدا اطلعهم بإهانة مو مصلحتك كبلد اطلعهم بإهانة عندما كانوا محتلين أقول لك حقك عندما كانوا محتلين لكن اطلعهم بإهانة بعد أنه أنت دعيتهم حتى يجوني عونوك أنا أعتقد هذا الموضوع لا ينصف ولا يمصلح حقك تعتبر القصف اللي تتعرض للقواعد الأمريكية وهذا القصف اللي خارج الحدود من العراق هو خروج بإهانة القوات الأمريكية شوف أي شيء يصير خارج دكتور المسيد عرف ليهانة وين الآن اللي ممكن أن يخرجوا بإهانة لأنه خلص لازم تطلعون الآن وحسب إرادتنا يقول له يا بخل نقعد تفاهم على طريقة الانسحاب يقول له لا الآن انسحك ما يطلعون بهالطريقة هاي وإذا طلعوا هاي دول كبيرة دول لتأثيرها راح تكسب 82 عدو في العالم ضدك وين المصلح للبلد في هذا الموضوع ما كانت جلسات مشتركة بين الجانب العراقي والأمريكي خلي الجلسات المشتركة دولة العراقية دولة دولة وليس الفصائل الدولة تقرر متى ينسحب زيان ويخرج التحالف الدولي كله مو بس الأمريكان